السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعيني الكرام فيديو جديد مقطع جديد إفادة جديدة مقطع اليوم سيكون كما الأيتم من العنوان سيكون حول قليت شات للآيفون طبعا الليت شات للهواتف التي بهجل بريك ولكن قبل أن تقوم بإغلاق هذا الفيديو الصديقي المشاهد إن كنت لا تصوف على جيل بريك لهاتفك فأنا أبشرك بأخبار جيدة بحيث في الفيديو القادم الذي سيكون ربما سيكون غدا 70% سيكون غدا سأكون أو سأنشر لكم طريقة لوضع قليت شات أيضا في الهواتف التي ليس بها جيل بريك أي عن طريق الـ EPA وهذا كل شيء لذلك ما الذي تنتظره بعد سواء لديك جيل بريك أو ليس لديك جيل بريك اليوم أو غدا ستقوم بوضع قليت شات أنت أيضا لذلك ما الذي تنتظره يدعمنا بلايك لهذا الفيديو المهم ستجدون جميع الرابط في قناة تيليجرام كمجرات العادة هذا هو الرابط الأول الذي سنحتاجه كل ما عليك هو فتح الرابط والضغط على click here to continue سيقوم بنقلكم إلى هذه الوجهة تضغطون على continue ومن ثم ستنبثق لكم مواجهة فيها إعلانات طبعا تزيلون هذه النافذة التي ستنفتح تعودون إلى الوراء تضغط continue مجددا وتزيلون هذه الوجهة أيضا وهنا عندما تضغط على continue ستنبثق لك verification كما ترون تختار المطلب منكم في حالة أختار المطور ومن ثم أقوم بالضغط على verify وهنا تقوم بانتظار عشر ثواني طبعا تنتظر قليلا فقط كما ترون بعد الانتظار عشر ثواني تضغط على get link نقوم بإزالة هذا الإعلان أولا وهنا تضغط على get link وهكذا سينقلكم منباشرة إلى وجهة التحميل هنا في mediafire تضغط على الملف iOS تكستورا وبعد ذلك تضغط على download ومن ثم تنتظر أن يتم تحميل الملف ننتظر ثواني معدودة ونعود بعد أن ينتهي تحميل الملف كما ترون كل ما عليكم هو الضغط على الملف الذي سيظهر أمامكم ننتظر قليلا هنا سينبثق الملف مع التطبيقات أو الملفات التي سابق وقمتم بتحميلها تضغط على share ومن ثم تقوم بالضغط على save to filza وهنا تضغط على save في الأعلى بعد ذلك تخرج من التطبيق وتتوجه إلى filza هنا تضغط على الملف الأزرق الذي سيظهر أمامكم ومن ثم تضغط عليه مجددا تدخل إلى الملف ثم تدخل مجددا إلى الملف وهنا تقوم بنسخ جميع الملفات تقوم باختيارها جميعا ومن ثم تضغط على copy بعدها تضغط على النجمة في الأسفل ومن ثم تختار app manager وبعد ذلك تقوم بالبحث عن لعبة free fire طبعا ننتظر قليلا كما ترون تضغط عليها مثما docimo ثم هنا content cache compulsory ios games bundle ومن ثم هنا تتوجد عند config وتقوم بالضغط على المربع ومن ثم past تقوم باختيار apply to all وتضغط على replace وهكذا بكل بساطة تكون قد قمت بوضع الجليشات بنجاح الآن كل ما عليك هو الدخول إلى اللعبة واستجدت الجليشات في اللعبة تم وضعها بنجاح الآن أترككم مع فيديو لطرأوا أنه تم تطبيق الجليشات بنجاح في اللعبة ولطرأوا السكينات التي يمكن أن تجدوها في هذا الجليش إلى اللقاء نلتقي في فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة